السلام عليكم كازا حتى طلب بني ان انا اعمل فيديو عن ابي وازاي ربانا وليه كل الناس كانت بتحبه والحمد لله بتحترمه وبتستشيره في مشاكلها والحقيقة انا بعمل فيديو ده مش عشان خاطر الناس طلبت عشان انا نفسي اتكلم عن ابي اولا ابي نشأ في اسرة من اب وام محترمين جدا الشيخ علي الشريف اللي هو جده كان اول من بنى مسجد في المنطقة اللي هو مسجد علي الشريف هو اسمه مسجد نور محمدي بس الناس لسه بتسميه مسجد شريف نسبة الى جد اللي بناه ربنا يجعله في منزل حتناته وكان ابي يعني في فترة الشباب والمرهقة والكلام ده كله يعني اتعرف على شباب وكانوا بيخرجوا وليهو ما كانش في دماغه خالص تدين لحد ما الحمد لله ربنا هداه وبقى ملتزم اكتر بشعائر الدين هو درس تجارة انجليش واشتغل بعد كده في السعودية في امانة العصمة كمحاسب رفض عروض كتيرا من البنوك عشان خاطر يتجنب الشبهات ان هو يكون المال ده حرام وفي اواخر التمانينات الرئيس السابق لمصر حسني مبارك كان عمل خطاب وكان ملخص الخطاب ان مصر دخل على ايام سودة 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 فابي قرر ان هو يسيب كل حاجة وينزل يبني في بلده فلغى كل الشغل ونزلنا كلنا والدنيا لطشت معي وحاول كتير ان هو يعمل شغل والدنيا كانت مش مظبوطة بس الاخر لحظة يعني عافرة الحمد لله من اول يوم نزلنا في مصر راح سجلنا في المسجد اللي جنبنا اللي هو مسجد شريف كانوا بيدوا حلقات تحفيز القرآن واسنة وفقه 3 يام للبنات و3 يام للصبيان وكانت احلى ايام عمرنا في الفترة ديت اتعرفنا على اصدقاء الحي والمدرسات اللي عمرنا ما هنننساهم ابدا وبعد كده دخلنا في مدارس ازهرية عشان خاطر نعرف نحفظ القرآن ونعرف امور دينا صح رغم ان الدراسة في الازهر صعبة جدا 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 شجعنا على لبس الحجاب وام الله يبارك فيها فصلت لنا خمارات كده كلها نفس اللون الخمار كبيرا عن اشارب زمامطوت والخمار فوق منه وكانت بتطرز على الاشارب بتاع الخمار حرف كل واحدة فينا الف خ فيه وهكذا وكانت كل واحدة عارفة الخمار بتاعها ما كانش عندنا لها تلفزيونة في البيت ابي كان رافض دخولة التلفزيونة في البيت نهائي في المقابل كان كل سنة بيدينا مبلغ من المال عشان نروح معرض الكتاب نشتري الكتب والقصة اللي احنا عايزينها وشرايط خطب دينية او انشيد اسلامية والكلام ده كله وفي مرة من المرات كان كاس العالم نشفاكرة سنة كام وقرر ابي انه هو يجيب تلفزيونة عشان يشوفه القورة وساحتها في الوقت ده طلع الدش في مصر كان لسه موجود بقى جديد احنا ما كانش عندنا دش بس الجنان اللي جنبنا كان عندهم دش والتلفزيون بتاعنا لقت قناة فضائية ساعتها من عندهم فا ابي شاف منظر مش حلو خاف جدا ان احنا نشوف حاجة زي كده وفورا انشال التلفزيون معرفش وده فين وقال مش مهم حتى كاس العالم ومهم ان انا احافظ على البنات ان هم ما يشوفوش حاجة وحشا ان حقيقي انا عايز اقف عند النقطة ديات عشان كتير هيتساءلوا اللي ابي عمل وده صح ولا غلط وانه زي حرمنا وان احنا طلق طلعنا معقدين ولا لا احنا اتحرمنا من التلفزيون بس احنا ما كناش حاسين ان احنا محرومين يعني ما كناش حاسين حاجة نقصونا ما كناش قاعدين على خدنا كده ادنا على خدنا ومش عارفين نعمل ايه احنا كان عندنا مذاكرة وخارج وقت المذاكرة كان عندنا مكتبة كبيرة فيها كتب لو مش عايزين الكتب ديات عشان خاطر هي اكبر من سننا فاحنا عندنا القصص اللي بنشتريها من معرض الكتاب او بنتبادلها مع اصحابنا عندنا راديو ممكن نسمع فيه اخبار او نسمع فيه اللي احنا عايزينه امي كانت تعب بالليل معنا تلعب شطرنج ونصهر كده ايام الصيف كنا احنا في الدور الاخير فنفتح باب الشقة كده ونسمة الحواء تيجي علينا وحنا بنلعب شطرنج او نلعب نلعب زي الطريق الى القدس او نعمل اشغال يدوية يعني كان عندنا ما يملأ وقت فرغنا بالكتير اما كنا بنروح عند حد كنا ممكن نتفرج معهم على تلفزيون عادي يعني ما عندناش المشكلة ان احنا لأ حرام ونقفل عيننا والكلام ده كنا نتفرج معهم عادي احيانا كنا بنبقى عايزين نتفرج يعني عايزين نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده بس او ما بنرجع البيت خلاص نبقاش عايزين ان احنا يعني مش مفتقدين حاجة طب عدم وجود تلفزيون في البيت اثر فينا ازاي هو الحقيقة ان هو طلعنا زي يقولوا ايه قطة مغمضة البرامج اللي بتيجي في تلفزيون او المسلسلات بتعرض دايما جزء وحش من المجتمع او الفاظ قذرة او علاقات مش كويسة او بتشجع الواحد ان هو يشوف حاجات مش لطيفة الحاجات دي كلها لان احنا تحرمنا منها او اتمنعنا عنها بمعنى اصح خلتنا نطلع مش مدركين الحياة الحقيقية عاملة ازاي او بمعنى اصح بنتعامل مع الكل بصفاء نية ما كوناش نعرف ايه كده والملاوعة والخداع كوناش نعرف الهق والمئ والحاجات دي كلها خالص فكونا بنتعامل بطبيعتنا بشكل يعني عفوي انا نفسي ارجع للايام دي بصراحة افتكر من احد صاحبتي مرة بتقول لي اغنية كوكوواوا قلت لها ايه اغنية كوكوواوا كوكوواوا قلت لها ايه ساي انت عشت تفولتك انت انت معشش تفولتك وبقى بوز بقدرتني حاستني ان انا عملت زمز فيها ايه لو ما عرفتش لقونا يعني ايه اللي هيحصل لي في المقابل بقى لغتنا العربية بقت قوية كتير من قطر القراية والاستماع لحاجات باللغة العربية لفصحة علاقتنا احنا ببعضينا بقت احسن لان اما جات فترة التلفزيون في بيتنا لما ابي جاب عشان قطر المطش بقى نقعد قدام منه كتير ونقعد بقى نتخانق مين اللي هيقوم يطبخ مين اللي هيقوم ينظف مين اللي هيقوم يعمل ورميين الشغل على بعضينا وإحنا صغيرين إنما ما فيش تلفزيون فكل واحد بيقوم يشوف الشغل اللي علي وعلي كان نتجمع في آخر اليوم وعشان كده أنا ما كنتش عايزة أجيب لأولادي التلفزيون لأن هم مش مطالبين إن هم يتفرجوا على الحاجات دي من دلوقتي غير كده إن الفرجة التلفزيون الوقت طويل بتأثر على المخ ونموعه ممكن نعمل عنها حلقة بعدين خلينا يعني إيه نرجع للموضوع الأصلي اللي هو أبي فكون إن أبي ما نعلم تلفزيون ده ما أثرش علينا بالسلب بالعكس أنا ممتنة لي جدا 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 ربنا يا ربي يجعله في ميزان حسناته وأتمنى إن كل أبهات والأمهات كانت تعمل كده بس توفر بديل الأولاد يعني ما تحرمهمش من التلفزيون وتسيبهم عاديهم كده ينشوا ينشوا أفتكر كويس جدا قبل سن المدرسة بتاعي كانت خديجة وفاطمة أخواتي الكبار كانوا بيروحوا المدرسة وأنا بابقى صحية وما بروحش المدرسة فكان أبي يقعد معي ينامع السجر جم مني ويعمل إيله كده كأنها كرسي وأنا قعد على إيده ويبضل يلحظ معي أو إنه يغطيني بالبطنية مروحين ديات كل اللي كانوا شغالين في السعودية كانوا عارفين البطنية ديات اللي هي بطنيتين فوق بعض وكان يغطيني بالبطنية ويقعد يقول إيه الدنيا برد إيه الدنيا برد وحامي خليل بيسئل ورد الدنيا برد ويقعد إيه يرفع البطنية ويحط البطنية ونقعد نلعب أنا كان عندي وقتها تقريبا أربعة سنين خمس سنين بس أنا بحكي لكم دلوقتي أنا فاكرة كويس القوضة وفاكرة لون البيض وفاكرة شكل السرير وفاكرة لون البطنية ونفس الإحساس وأنا صغيرة وصلي دلوقتي بالله عليكم سيبوا ذكريات حلوة مع الولاد ولعبوا معاهم عشان ده السن اللي فعلا بيفضلوا فاكريين فيه حاجات كتير أنا صالح خمس سنين ومع ذلك بيفتكر لما زعقتله مرة جامد في يوم أو لكشته كده لكوشة ويقول لي أنت ضربتيني جامد مع إني ما بضربش أصلا يعني أنا ضد بدرب خالص أنت ضربتيني جامد فيعني لكوشة صغيرة كده أثرت في نفسياته بدرجة أن أنا يظن أننا ضربته فما تنسوش تسوى ذكريات حلوة مع أطفالكم بالمناسبة أبي ما كانش بيقولنا كلمة بحبك أبدا يعني كانش يقولك بحبك يا أسماء بحبك يا مرية الكلام ده كله ما كانش بيحضرنا إلا يعني نادر جدا ما يكون في مناسبة أو حدث يعني صعب فيقوم واخدنا كده بس حاجة بسيطة وبيصرصنا وبس فاحنا اقتنعنا أن هو مش بيحبنا لحد ما بأمي في مرة رأيت قلت لنا محلش أصلابك بورج السرطان ومفتوع بورج السرطان ما بيعرفوش عبره عم شاعرهم فاحنا خلاص بينا عارفين أن أبي يحبنا بس ما بيقدرش يعبر عم شاعره وتأكد لي أنه هو بيحبنا لما عدت سنين وأنا سفرت خالص وفيس كنت في السويد وكل واحدة فينا في حتة وجات أختي اللي تشتغل برة نزلت أجازة في مصر من غير ما تقول لهم ودخلت عليهم فجأة فأبي عيت وأمحى ظنها جدا وقعد عيت بشكل لنها كانت وحشية هي أقرب واحدة اللي نفيه فإخوتي سورولي الفيديو وبحثولي فأنا قعدت عيت أنا كمان وتمنيت وتمنيت في لصي أن أنا أكون معاهم وأن أبي يحضنني كده وأن أنا أقول له أنا أسفى يا أبي أن أنا كنت ظنيت فيك أن أنت مش بتحبنا أو أنت مش بتعرف تقول لنا كلمة حلوة يعني والناس اللي هيقولوا الأبراج ومش الأبراج أمي مش مقتنع بحظة اليوم أمي بتكلم في الصفات والصفات عليها خلاف فيه ناس بيقولوا يجوز وناس بيقولوا لا يجوز هي أخدت بالقول اللي يقول إن هو يجوز القراءة في صفات الأبراج أبي أحيانا كان بيخطب بالجمعة في جامعة الشريف اللي جنبنا فكان عنده دفتر كبير كده بيحضر فيه خطب الجمعة ويقعد يكتبها بخط جميل كده ويتفنن فيه فكت أنا أحضر له الكتب اللي هيحضر منها وأشيلها بعد كده ولازم أكويله الجلبية بتاعة صلاة الجمعة وكان ضروري عنده جدا 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 إن الطائية تكون نفسي لون الشراب الشراب اللي هو الجوارب ضروري جدا يعني لو الطائية رصاصي لازم تكون رصاصي لو الطائية بني لازم يكون الشراب بني أو بيج ويفضل نفس اللي هو مع بعض نفس الدرجة عشان خاطر هو بيقول إن المتلقي قدام منه بيبقى قاعد شايف فعينه ما تزغللش أو ما يقعدش يركز للألوان مش متنسقة وينسى الكلام الأصلي والحقيقة أنا أخدت من أبي موضوع تنسق الألوان ده والاهتمام بالمظهر العام حتى لو بيلبس حاجات بسيطة أبي كان كريم قوي ودايما كان يقول الكريم لا يضم والحمد لله ربنا وقف معاه حتى في أصعب الظروف وكان دايما يروح يجيب لي سيته اللي هي مامته آيس كريم رغم أنه ممنوع عنها بس عشان خاطر أمه بتحب الأيس كريم هو كالحاجة الوحيدة اللي تقدر تاكلها خصوصا لما تعبد في الفترة الأخيرة من حياتها كان بيخلينا نروح نشتري من علاف معين الرز والعدس والحاجات دي كلها ونديله مبلغ أكتر من المبلغ اللي هو مطلوب ونقول له أيوة يا عم فلان هو ده المبلغ وهو راجل كبير في السنة فما ما كانش بيعرف يركز في الحسابات فيقولك طيب ماشي نقوم ناخد المبلغ زي ما هو وكان بيقول لنا أن أفضل صدقة هي الصدقة في الخفاء اللي هي أن أنت بتشتري حاجة ومسلا ست بتاعت الجرجير قاعدة قدام الشغل بتاعك فأنتي بتاخدي منها الرابطة ب 2 جنيه بدل جنيه ودي بكون دي بنيت الصدقة ودي أفضل أنواع الصدقات ما كانش بيلبس أبدا فانيلا بحملات في البيت أو شرطز مصير أبدا ويقول لما البيت ده في بنات ما يفعش أن أنا أحرجهم كان أقصى حاجة بمطلون كده قماش بيلبسوا بيبقى وصل تحت الركبة والفانيلا اللي هي بنصكم مش الحملات أبدا وبصراحة دي كانت من حاجات الحلوة اللي أبي عملها كان لازم يصحينا كل يوم الفجرية حتى لو إحنا عندنا عزر شرعي لازم يصحينا ويفضل ورانا لحد ما نقوم ونتوضى ونصلي ربنا يبارك فيه لما أمي ولدت أختي الرابعة جيران بدل ما يجو يفقيه هنو جمعة الزومة على الشيح يحج وربنا يخلف عليك بالولد أبي قال لهم اتقوا لا يعني ما فيش فرق بين ولد وبنت ولم يرزق أبي بولد والحمد لله عمره ما ندم على الموضوع ده ويقول أنا خلفت بنات يعني يقف وقفت رجالة كنا زي أي بيت في بنات كنا عطوه نعطوه نعطوه نتخانق ولا تناقش وأمي وإحنا والكلام ده كله فكان يقعد يقول أنا لي الجنان بنوعي الجنان اللي هو الجنة والجنان اللي هو الجنون يعني لأن الواحد يقعد مع خمس ضرات كان يقعد يقول كده أنا أحد مع خمس ضرات يعني ده لي الجنان بنوعي أفتكر مرة أنا كان ساكن في الهمرة القصاد مننا شاب يعني عنده مشكلة عقلية تقريبا وكان فاتح أغاني معليها بصوت جامد فأبي اداهم من صوت الأغاني قبل ما يسمعش أغاني زي رحل وط السوت فمارداش يوط السوت فأبي مزحلها بقول لك وط السوت وأبي أصلا ما بيتخانقش مع حد يعني أمي حتى يعني حتى لو حد جاه علينا ما بيتخانقش معاه فراح الولد ده طلب له البوليس البوليس جاه عشان خطر ياخد أبي على الاسم فتخيلوا مين اللي وقف له وقف له بلطجة المنطقة كان عندنا كام واحد كده كانوا حتى هربانين من البوليس هم اللي وقفوه للبوليس وقعدوا ووضعوا عليهم سجاير والكلام ده كله والحاج محمد ده يعني أبونا وهينفعش تاخدوه وحيب والكلام ده كله وفعلا أبي مركبش البوكس ولا حصل أي مشكلة وعرفة افتقرت ساعتها كلمة أبي مما كان بيقول لك أخوك الصائع له عوزة يعني ما تزعليش أبدا إن انت تعرف حد صائع أو كده هيجي اليوم اللي انت هتحتاج فيه فما ينفعش إن انت هتعمله وحش أبدا عشان قطر هو مش نفس تفكيرك أو مش نفس التزامك لما كبرت شوية وعرفت إن المعلمات اللي في المسجد اللي إحنا بنعمل معهم أنشطة حلوة وبنعمل معهم معارض الأيتام ويعني حاجات أعمال خيرية كتير إن هو من الإخوان فأنا كنت فرحانة قوي وقلت لأبي أنا هخش الجنة عشان قطر أنا شغلة مع الإخوان فقال لي كلمة لن أنساها ما حيت قال لي قوي تفتكري أسماء إن انت يوم القيامة هتيجي رفع علم مكتوب عليه الإخوان المسلمين فربني يقول لك أنت يا بتاعت الإخوان تعالي خش الجنة حتف وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة اقرأ كتابك كافى بنفسك اليوم عليك حسيبة ولا تزروا هزرة وزروا يعني كل واحد يقولوا إيه هيتعلق من عرقوبه مش عشان قطر أنت اشتغلت مع الإخوان وهم عيخشوا الجنة أنت هتخش الجنة زيهم أو أنت مش تشغلة معهم فأنت هتخش النار كل إنسان هيتحاسب يوم القيامة قدام ربنا فرضا فرضا كل واحد بعمله وليس بجماعته أو انتماؤه السياسي أو انتماؤه الديني أو ده سني أو ده شيعي أو ده داعش أو كلام ده كله كل واحد مسؤول عن نفسه ولا تلزمه جماعته والحقيقة أنه قال النصيحة ديه وسبنا بعد كده أن نروح نكمل اللي إحنا عايزينه مدام إنتوا بتعملوا خير تكملوا ما فيش مشكلة بس خل بالكوا أن إنتوا تنسعوش وخلاص فكروا اللي إنتوا بتعملوا ده صح ولا غلق بحكملوا مش غلق انسحبوا بدون أي إحراج ويمكن أنا حابة أن أعمل حلقة مخصوص عن الجماعات الدينية في مصر واللي أنا تعرفت عليهم وتعلمت إيه من إيه ومحبتش إيه من إيه وهل كان ليوها تأثير على شخصيتي ولا لأ نفسي أتكلم براحتي في الموضوع ده بس الواحد خايف أن الناس تفهموا غلط فمش عارفة هاعمل عنه حلقة ولا لأ مهم نرجع لأبي أبي ما كانش بيخلي أي عريس يجي البيت إلا لو مناسب يعني مش أي حد يجي يتقدم يأم يدخله البيت لأ لازم يقعد الأول مع براء زي يقوله يفصصوا ويجيب أوله من آخره ولو شايف أن المناسب يجيبوا البيت يعمل رؤية شرعية والقرار في الأول والآخر بيبقى راجع للبنت وليس الأبي هو الأول بيقول ده ينفع ما ينفعش ما ينفعش خلص بيمشي ينفع طب تعالى البيت والبنت هي القرار بعد كده ودي كانت القاعدة السرية دايماً ما حصلتش فيها تجاوز غير مرة واحدة لما كنت في سنوي وتقدمني مدرس الفيزياء بتاعي فلاقيت أبي دخل ناداني في القوضة يقفل الباب احنا كلنا كنا بنخاف من أبي او مش بنخاف من أبي يعني عندنا هيبة جوانا ناحية أبي فأيوة يا أبي فقال لي أعجي إذا كان ننفع موضوع تخبر يا أبي الأخ بتاع الفيزياء ده متقدم لك فأنا نزل عليك كمية ضحكة رهيبة أنا ما بتوطر بدحك فأحدت أدحك بتحكي ليه يا أبي كان متنرفز سعيد أنا مكنتش فاعمة هم متنرفز ليه بصراحة بتحكي ليه أنا قلت له مش عارفة طب رأيك ايه فأنا مش عارفة انت صدمتني يعني قال لي أيوة انت موافقة أو مش موافقة قلت له أبي بس أصلا هو مش بيصلي جماعة يعني في المسجد يعني خلاص مش موافقة طيب يلا أوكي وهو ما بيقولش أوكي على فكرة أنا اللي قلت أوكي طب يلا خلاص أنا عرفت رأيك وطلعني برا عرفت بعد كده ان هو صمم ان هو يسألني عشان خاطر خشية أكون أتعلقت فعلا بالمدرس وان أنا أكون بحبه فهو يقوله لأ وأنا أكون بحبه فيكون ايه كسر قلبي أو ان هو يفتح لي باب ان أنا أعمل حاجة من وراه ودي كانت المرة لقوله الأخي وبعد كده خلى المواضيع ديت على أمي أبي ما كانش بيشتم أبدا وافتكر لأنا مرة كنت أعدى متضايقة جدا وهقول أم المذاكرة بصي بصت حزن اللي هو إزاي أسماء يطلع من هالكلمة ديات الصراحة بقيت أتدرب نفسي إن أنا ما قلش أي كلام وحش عشان قطر ما زعالش أبي مني ويدالما لساني يبقى طاهر كده وأعتقد أنا انجحت فترة طويلة من حياتي إن أنا لساني يبقى ما بيقولش أي ألفاز وحشة أبي كان ابن نكتة وعلى طول اللي يفضل يقول ألشات وهو قاعد ونكت وأمي عيني ما كانش ليها في النقط خالص فكان يقول النكة ويخلص النكة وإحنا كنا ندحك وأمي قاعدة هااااااااااااااااااااه عشان قطر تتحك زينا ونبدن ندحك عليها ونتتريق وهو كمان برضو كان يعد التريح عليها ويقول نكت بوصي كنا بنقلبها ألش على أمي يعني معلش يوم بسامحينا إن دي قال نكتة فحينونت بيضحكوا تاني يوم لأو حمارك بيتحك وبعدين خلاص ما كانش حد يتخيل ان ابي الشيخ ده اللي هو ليه هبة كده ان هو يبقى دمه خفيف كده حتى كان يقعد يقولك بعد ما ياكل حل يقولك انا لازم احدق حكي مانا حدق من يومي ونقض نضحك عليك ربنا يمسك بالخير يا ابي رب ويشفيك ويحفيك من الحاجات اللي ابي كان بيعملها واثرت في تربيتي ان هو كان وصق فيا وكان بيحترمني احترامه لي خلاني انا كمان بحترم نفسي واخاف ابدا اعمل غلط عشان خاطر ما اقلش في عينه او ما اقلش في نظره كنت اذاكر عشان خاطر اجيب الدرجة لتسعيده وتفرحه اينا وكنش بذاكر قوي يعني بس كنت بحاول اعمل اللي علي ومو من انا اسعده ما كنتش حتة ان هو ما كانش بيهني فانا ماهنهوش او ماهنش نفسي من اهم الحاجات اللي اتعلمتها واللي بحاول انا اعملها مع اولادي بصراحة حيث ان انا واثقة فيكو لدرجة ان انا عارف ان انتوا هتعملوا الصح واسيبوا القرار عليهم وفعلا هو ده اللي كان بينفع معنا فكرة ان انا انا واثقة فيكو واثقة في اختياراتك واثقة في اللي هتعملوا فانا سيبق قرار ليك بيخليك تفكر الف مرة قبل ما تاخدوا القرار ده هينفع ولا عكس ما تكون مجبر انك تعملوا من الحاجات المهمة اللي ابي عملها يمكن انا قلتلكم في حلقة قبل كده ان انا كنت امتح قدم من الزواج اما اتخطبت العمر سفرت تركيا كان عندي برنامج تبع حزب العدالة والتنمية وبعدين جاكي منها ان انا اكمل دراسات عليا في تركيا ودي كانت من اهم الحاجات اللي واحد نفسه فيها فانا قلتل امي امي فرحانة امي نفسها ان انا اكمل تعليم ما عندهاش مشكلة امي راح يتقالت لابي فقالي يعرف فورا ان انا هعود اكمل دراسة طب وعمر اللي قاعد في مصر مستنيه كده يعني تتجوز وامتى فقبي اتصل بي قالي تنزلي فورا مصر وتشيلي فكرة الدراسة برا مصر اللي بعد ما تتجوزي قاعدت عيط وزعلت من ابي وانه انت يعني ايه اسيت حاليا وانه انت بتحطم احلامي الحقيقة ان الواحد لما بيحط نفسه بقى مكان الاب ابي كان شايف ايه ابي كان شايف ان انا متعادة من الجواز وكان واخد باله كويس قوي وكان شايف ان انا بكره الرجلة وكان شايف ان انا مهتمية بالتعليم على الزواج وكان شايف ان امي مشجعاني على كده وهو مش حابب كده شايف ان البنت هو اهم وظيفة عندها ان هي تكون زوجة وام وطرع بيت ثم بعد ذلك يجي الحاجات الاخرى لان جاما ستات قاعدوا تعلموا بقوا مناصب ووصلوا لخمسين وستين سنة ما بقاش عندهم اسرة وندموا ان هما ضيعوا احلى ايام عمرهم فهو شايف ان هو كمجبر ان هو يديني القرار اللي هو شايفه صح وان هو ما كانش ينفع يسيبني في مفترق حياتي ان انا كمل على هوايا كان ممكن يسيبني اكمل وساعت انا فعلا ما كنتش هتزوج وكنت هتفرغ لطريق العلم فابي قداني قرار صعب اللي هو انزلي فورا وامارس دور ديكتاتورية الاب علي بس الموقف ده انا لانا انسهله ما حييت وفعلا اشكره عليه بشدة ان هو رجعني الصوابي الحمدلله انا تزوجت وبدرت اللي انا عايزاه وبعمل اللي انا عايزاه يعني ازوجه ما كانش عائق زي ما انا كنت متخيلة وبقى عندي الحمدلله اطفال يعني الحمدلله ما ندمتش ما ندمتش على القرار ده يمكن لو ما كنتش تزوجت كنت ممكن ندمت فشكرا لقابل ان هو ساعدني على القرار زي كده طبعا امي ليها دور كبير جدا في حياتنا بس ديكت محتاجة حلقة لوحدها يمكن عانت معانا اكتر من ابي بكتير وخصوصا ان احنا كنا متخانق قدام منها ويعني ايه اتا عارفين بقى الام دماء بتبقى الحنين والاب بتبقى اللي احنا بنخاف منه انا بحكي الكلام ده من وجهة نظري كابنت ناحية اموها طبعا ذكرت الحاجات الحلوة فقط لم اسكر الحاجات الوحشة لان انا مش جاي عشان خاطرات شين فابويا انا جاي عشان اقول الحاجات الحلوة في ابي بس صدقوني كل الحاجات الوحشة برضو اللي انا كنت بالفكرة ان هي وحشة او اخواتي شايفين ان هي حاجة وحشة يعني هي اكيد كان لها مبرر عند ابي او احنا ما كناش فاهمينها في اللحظة دية زي قرار النوتي تنزلي مصر فورا المهم ان ابي دلوقتي في مصر مريد جدا وانا دلوقتي انا في السويد ابي ما شافش اولادي غير مرة واحدة ما يعرفوش عنه كثير وعل اسف ما تعلموش منه اي حاجة اي انا مش قادرة ان انا انزل مصر قراريت احساس ان انت قاعدة بالعجز انت مش عارفة تعمل اي حاجة لا عارفة تبري ولا عارفة تسادي ولا عارفة تخدمي ولا معك فلوس حتى ان انت تقدر تشارك بيها يعني الموضوع فعلا يعني اسي على الواحد ان هو قاعد عجزان يعني مفيش حد دلوقتي يعتبر معي غير اختي الصغيرة سعاد هي اللي شايلة كل حاجة لوحدها ربنا يجعله فبزان حسناتها يارب ويرزقها زوج الصالح ويرزقها اولاد صالحين زيها انا انا عامل الفيديو ده عشان خاطر يمكن يعني الشيء من بر الاب لان انا اتكلم شوية عن حسنات ابي لعله وعسى ان هو احد ينفذها ويكون السواب في ميزان حسنات ابي الى يوم الدين تكون صدقة جارية ليه وان انا اعباره عن حب لي وان انا كنت فهمها غلط فترة من الفترات بس هو الحقيق ان هو حتى لو كان قاسي علينا شوية فالاسوى ديت عشان خاطر كان بيحبنا او اختلاف مفاهيم اللي انت شايف وقاسي هو بالنسبة له ما كانش اسوى حاجات كتير ارجو لو ابي شاب الفيديو ده في يوم من الايام ان هو ما يزعلش مني وان هو يسمحني على اي حاجة عملت له دايقته بس وبين ايش فيك ويعفيك يا ابي ويجعل كل لحظة من القلم دي في ميزان حسناتك ويختملك بالخير ويجعلنا زر يصل حليك تشفعلك يوم القيامة كده وتباهي بيها الامبياء يوم القيامة وبين ايشترك مع نبيين والصدقين والشهداء والصالحين حسنا اولئك رفيقه سوارك